لن يواجه آلاف الأفغان الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة مع الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان خطر الترحيل سيتمكن هؤلاء من تجديد إقاماتهم لعامين بمجب قرار من وزارة الأمن الداخلية أكثر من 90 ألف أفغاني تم إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة لتشريع دخولهم منحوا إقامة مواقة لعامين تنتهي بحلول أغسطس ويصبح بعدها الآلاف غير قادرين على العمل أو العيش بشكل شرعي والآلية الجديدة ستسمح لهم بالتجديد لعامين وبشكل مجاني إلا أن هذا القرار لا يقدم حلاً دائماً للأفغان الذين باتوا غير قادرين على العودة إلى أفغانستان واتخذوا من الولايات المتحدة وطناً بديلاً جميع هذه الآليات إصلاحات قصيرة المدى لسوء الحظ فشلت الجهود السابقة لإيجاد حل دائماً عبر قرار تشريعي من الكونغرس ونعمل مجدداً من أجل إعادة طرح هذا المشروع لأنه الطريقة الوحيدة لإيفاء الولايات المتحدة بوعودها وعمل العديد من الأفغان الذين تم إجلاؤهم مع الأمريكيين لسنوات وقدموا المساعدة للقوات الأمريكية منذ عام 2001 يدرك الناشطون في مجال الهجرة أن التسوية الدائمة لأوضاع الأفغان لن تأتي إلا عبر التوافق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس خصوصاً أن محاولة سابقة لإقرار تشريع يمنح الأفغان إقامة دائمة وسبيلاً نحو المواطنة استضمت باعتراض جمهورية وفأجباع الحرة واشنطن اشتركوا في القناة